اشتركوا في القناة 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 الجهة اشتركوا في القناة احاول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واشتركوا في القناة هذا هو الشعاع تعني بي اف إذا نلاحظ معنا بي ا زائد بي سي شاء يعطيني يعطيني الشعاع بي اف نلاحظ معي شاء قلن قلنك بي نوع الرباعي اذا ولا نكتب نوع الرباعي شكون هو ا بي سي اف اذا الرباعي هذا نجيب المد وره هنا تابع معي وره الرباعي هذا ا بي سي اف هذا الرباعي قلنك بي نوع الرباعي هذا نكتب بكل سهولة نكتب لدينا شاء عنا عنا بي اف تساوي بي ا زائد هذه اللي هي بي سي اللي هي بي سي او نزيد نوضحه اكثر اذا شاء نتع ناقص سي بي هذه شاء تساوي تساوي بي ا زائد بي سي وهذه شايرة هي علاقة متوازي اضلاع هذه العلاقة تكون صحيحة فقط كيكون عندي متوازي اضلاع اذا لاحظ معي اه قبل ما ندير اذا لاحظ معي شاء عنا وعنا ايضا الطول ابي يقايس او يساوي طول بي سي اذا الرباعي هنا المثلث تعين متقايس اضلاع ما راش قلناش من المثلث متساوي الساقين وقائم اذا هو مثلث متساوي الساقين مثلث متقايس الاضلاع اذا تابع معي رباعي فيه ذلعان متتاليا وعندي هذه العلاقة اذا هو متوازي اضلاع وذلعان متتاليا اذا الرباعي ا بي سي اف معين اذا هو عبارة عن معين ثالثا قال لك بيين ان النقطة ا هذه النقطة ا راهي منتصف هذا دي اف اذا اثبات ان ا منتصف ماذا دي اف القطعة المستقيمة دي اف اذا ماذا نكتب اذا نكتب لدينا الشعاع عادي يساوي الشعاع سي بي هذه نسميها واحد وايضا لدينا ا بي سي اف معين فيه شافي هذا المعين فيها ف الشعاع ف حذا الشعاع يساوي الشعاع سي بي اذا هذه نسميها اثنان نكتب من واحد واثنان نستنتج ان ف a الشعاع ف ا يساوي الشعاع سي بي و الشعاع ا د يساوي الشعاع سي بي رجل تلاحظ هنا يساويا لنفس الشعاع نستنتج أن الشعاع F F A يساوي الشعاع A D والشعاع F A F A و A D عندهم نفس نهاية هنا ونفس البداية ومتساويا إذن نكتب A منتصف هذه الآن منتصف F القطعة F F D هذا بالنسبة للسؤال الثالث رابعا قال أكمل الفراغات إكمال الفراغات لاحظ جيدا ما عندي عندي الشعاع F F A زائد F C لاحظ عندهم نفس البداية F A زائد F C سنتحصل على الشعاع عندها نفس البداية نروح F A زائد F C يعطينا الشعاع F B وهذه علاقة متوازي الأضبع العلاقة الثانية D A الشعاع D A زائد الشعاع B D لاحظ هذه الشعاع تلاحظ هنا النقطة D في البداية وهنا النقطة D في النهاية هذه كيف نقدر نكتبها نقدر نكتبها الشعاع B D زائد الشعاع D A وهنا التبديل في الأشعاع عندنا زائد إذن الجمعة تبديل إذن لاحظ معي هذه علاقة شارل إذن نعطينا B الشعاع B A وأخيرا B C الشعاع B C زائد الشعاع F A ويساب والله الشعاع شعاع B C زائد الشعاع F A إذن سيعطيني هذا الشعاع متعاكسان إذن نقدر نكتب B C زائد F A لهي نفسها الشعاع C B وتعطينا الشعاع المعدوم تعطينا الشعاع المعدوم إذن هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو نتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الحل وبالتوفيق إن شاء الله لأبنائنا التلاميذ ترجمة نانسي قنقر